محاولات التوفيق بين المغرب والصحراء الغربية ثالثا المعيطات المباشرة وغير مباشرة للمفاوضات السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثقر مصدر ومرجع المعلومات ثانيا المعيطات ألف معيطات المفاوضات غير مباشرة خيانة بيريس ديتويلار عمد ديتويلار إلى إدخال تعديلات في مخاطط التسوية وذلك بإضافة معايير تحديد هوية المصويتين مرضية للطرف المغربي فلتقدم المغرب 191 ألف شخصا باعتبارهم صحراويين يعيشون في المغرب وبذلك ألقت جميع الأبواب في وجه الاستفتاء فكانت تلك محاولة لنزحة تطير المصير وفي التاسع والعشرون جون في 1992 ميلادي تم تأيين بيريس ديتويلار نائب رئيس مجمع شريكات يملت والملت وحامت الشتوط حول حياد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي نفي تلك الوقع مرحلة بوتروس بوتروس غالي لا تتحلى بوتروس غالي مكان ديتويلار حيث كان أول الدلائل المباشرة لعدى بوتروس غالي للقاضية الصحراوية من 1982 ميلادي حيث حاولت جاهدا تفادي انضمام الجمهورية العربية الصحراوية إلى منظمة الوحدة الأفريقية بيريس ديتويلار ولد في ليما بيرو في التاسع عشر جون في 1920 ميلادي وهو محامي وديبلوماسي متمرس متقاعد حاليا تولى مهم منصبه تأمين عام للأمم المتحدة في أرتوبر 1982 ميلادي عين أمين عام لفترة ثانية اعتبارا من 1 جون في 1987 ميلادي بوتروس غالي ولد في الرابع عشر نوفمبر 1982 ميلادي ديبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة 1996 ميلادي وهو حافظ بوتروس جونيورس غالي رئيس وزراء مصر في أول القانع عشرون ميلادي توفي في السادس عشر فبري 2016 فينون والتر رشح بيتروس غالي والتر تمبعوثه الشخصي للصحراء الغربية الذي تانى سديق حاميم للمالك المغرب ولابنه محمد الخامس حيث تعرف عليه خلال فترة انزال القوات الأمريكية في المغرب ما بين 1944 و1945 ميلادي حيث عمل يعتوب خان على إقناع الرئيس الصحراوي الذي ظل رافضا لفترة طبول والتز وأمام هذا الفشل أقدم بوتروس غالي على تعيين يعتوب خان ممثلا خاصا له رغم عدم طبول جبهة البوليزاريو وهذا بسبب الدلائل الملموسة التي ظهرت على يعتوب خان والتي تؤتد عملته للمغرب حيث تمت إزالته عن الملف في سنة 1995 ميلادي معيطات المفاوضات المباشرة بيتر ومشروع اتفاق الإطار لتطعم بيتر بزيارة المنطقة في ماي 2001 ميلادي ليطنع الجزار والبوليزاريو بارتراح مشروع اتفاق الإطار حيث رفضته الجزار والبوليزاريو لما كان يحمله من أهداف خفية حيث كان يتضمن فترة حتم ذاتي منهم لمدة خمس سنوات يتبعوا استفتاء من ضم شروطه يحط لتو الشخص مطيم لمدة سنة واحدة في الصحراء أن يشهد في هذا الاستفتاء هذا ما وضح الهدف الأساسي من هذا المشروع والمتمثل في تقديم الإقليم إلى المغرب بيتر ومخططات السلام من أشترير معصير شعب الصحراء الغربية ففي جوليا سنة 2002 ميلادي طعم جيمس بيتر بمواصلة العمل لتسوية الصيراء بطلب من مجلس الأم وفقا للقرار رقم 1429 وفي مارس 2003 ميلادي ردم بيتر للأطراف مخطط السلام من أشترير معصير شعب الصحراء الغربية وطابلت البوليزاريو هذا المخطط بعد 15 اتحاد المغاربي ولا تندون جدوى خاصة أن الطاضية الصحراوية استوجبوا الحل السريع للوطوف بوجه التحديات التي تعيشها المنطقة بسبب طاضية الصحراء الغربية تميزت العلقات بين الجزار والمغرب بالتوتر وخاصة أن الجزار تستضيف على أراضيها مخيمات للبوليزاريو فهذا المشكل يضع العلقات بين الدول المغاربية في موقف حرج وفي المطابل لم تتخذ الدول المغاربية أي إجراءات عملية لإيجاد حال نهاي لهذا النزاع وهذا من شأنها يعقل مسيرة الوحدة المغاربية وبالتالي يؤدي لفشلها وقد أجريت مشاورات في تونس التي تم فيها البحث عن إيجاد سبل التفاهم بشأن نزاع الصحراء وفق الشريعة الدولية المتمثلة في الاستفتاء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد